نظمت كلية الدفاع الجوي مؤتمرها العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الذي عقد على مدار الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير العملية التعلمية وإثراء المستوى العلمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وتضمنت فعيات المؤتمر محاضرات للمتحدثين رئيسيين للمؤتمر وجلسات لمناقشة الأوراق البحثية وعددا من ورش العمل وتنولت التقنيات الحديثة في أسلحة ومعدات الدفاع الجوي والمركبات المأهولة والمركبات المأهولة وأنظمة التعارف الكهرومغناطيسية وتطبيقاته وتحديد المواقع باستخدام تقنيات أنظمة الملاحة وأعرب قائد الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من جلسات وبرامج تعليمية وورش عمل في تحقيق الهدف المطوب منه بالاطلاع على أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بالدفاع الجوية